لسا كاملين مع حضراتكم فيه كلامنا عن مهرجان العالمين الجديدة الحقيقة بعد نجاح المبهر اللي قدر يحققوا هذا المهرجان في دعم حركة السياحة المصرية ولغير منظور العالم عن مدينة الألغام أو كما كان يطلق عليها مدينة الألغام وحولت إلى مدينة الأنغام ومدينة السعادة ومدينة الأحلام صحيح متفق معاك جدا مدينة العالمين دلوقتي أصبحت مدينة جذب سياحي من الدرجة الأولى المدينة أصبح ليها إطلالة سياحية سحلية سحرة تحولت زي ما قالت جومانا من مدينة الألغام إلى مدينة الأحلام مش بس كده كمان أيضا مهرجان العالمين صلت أنظار العالم والدولة المصدرة للسياحة على مصر طيب حنعمل ايه بعد كتب؟ احنا في فتام هذا المهرجان اتكلمنا فنيا عملنا ايه؟ لكن خلينا ما نتكلم سياحيا في حصاد هذا المهرجان نقدر ازاي نستفيد؟ نقدر ازاي نفكر بصوت عالي؟ نقدر ازاي؟ نطلع نتائج اكتر دايما كنا بنشتكي من ان السياحة مش قادرة تعمل مش قادرة تعمل لكن النهاردة عملنا مهرجان جبنا مليون واكتر من مليون سائح في أرض واحدة خلينا نتكلم مع الأستاذ محمد فارون الخبيل السياحي اللي بنوره النهاردة في السادي الصباح الخير يا مصر وبالتأكيد يعني حيبقى عنده أفكار براساندو اهلا بك ازبا حضرتك اهلا بحضرتك تكلمنا في البداية على يعني هذا المهرجان اضافة لمصر سنوات طويلة كنا بنقول ان احنا عايزين نوصل لمستوات دول إقليمية في السياحة وبنشتكي من عندنا كل الموارد ولكن ناقصنا بعض التنظيم التنظيم صغير جدا وبسيط جدا قدرنا نعمل حاجة زي كده نبني على هذا النجاح ازاي؟ تمام هو اولا احنا ننزل من المهرجان العالمين المهرجان العالمين اتعاملت صح سبحانك ذكرت وما كانش فيه اخطاء وقضي فعله كان سريع جدا احنا بتلنا الترويج لهذا المهرجان اصلا في شهر مايو مع معرة السياحة العربية اللي تم في دبي وكان في جميع الدول العربية مشتركة وتم الترويج لبداية لهذا المهرجان بشكل تدريقي وبع اول حفلة تمت اول افتتاح ارقام نطط احنا وصلنا تقريبا من السوق العربي حوالي 50% زيادة في العجوزات الفندوقية على جميع فنادق العالمين وخارج العالمين يعني الامتداد كده لغاية ما نوصل لغاية فوكا بي كل المنطقة دي كلها زال نتسبش اشغال بتاعتها وتجاوزة المية في المية تأثير مباشر العبار بنفسه تلع اعلن هذا الكلام انا عندي 50% زيادة في اشغال عنده 4 او 3 في مراسي كل اللي بيحصل ده النهاردة كل الجنب او كل التحركات دي بسبب وجود فعالية موضوع الفعاليات يا مصطفى بي احنا كقطاع سياحة بنطالب بيه الدولة من فترة وبنطالب تنزيمها مش اكتر من كده ليس يتمويلها احنا نطالب بالتمويل نطالب بالتنظيم في فرق الدولة مفروب بتحط رجلية وتحط لنا النظام وقطاع الخاص بيشتغل الفعاليات مش على مستوى العالمين بس يعني تجربة العالمين بتودينا وتورينا ان ازاي ادرنا نفتح مقصة سياحي جديد ونظهره للعالم بهذا الاسلوب انا عايز اقول حردك حردك ان الدول العربية لو كنت في جانب التسوقية مؤخرا الترند اللي ماشي جوا بالدول العربية حاليا كانت سعودية او البحرين او دبي او او الاخيري مهرجان العالمين وتأثيره مصر تقود دائما ولو لجيها تحردك لعملت اللقاء مع احي اي من مطوري الريال استيت او العقارات في العالمين يريد تعمل اللقاء ده معه وتسمع نسبة مبيعاته زالت ازاي بعد مهرجان العالمين ففي مستفيدين يا فاندر في مستفيدين عليهم تمويل هذه المهرجان عطوة وليس للدولة ده مبدئيا واحنا النهاردة المفروض زي ما في كل دول العالم بيحصلوا في المدن العالم الصغيرة والكبيرة في العالم كله في حاجة اسمها كونفينشن الكونفينشن سنترز دول او كونفينشن بيرو ده شغلته انه هو بيمول ماليا من التجار الموجودين واسحاب المصلحة او ستيك هولدرز الستيك هولدرز انت النهاردة لما انه هجيب سايح للبلد مين هستفيد السياحة دفعها مباشر نخش مباشر دولة نخش مباشر على المواطن فبالتالي التاجر النهاردة مستفيد مطور العقاري مستفيد السواء التاكسي مستفيد كل من هو اوبر مستفيد كل الناس دي مستفيدة فبالتالي الناس دي النهاردة هنفروض بتمول هذا النوع من المهرجانات او هذه النوع من الفعاليات خلال ما نقولش مهرجانات نقول فعاليات لان احنا مش عايزين نقف عن نقطة المهرجان بس احنا كقطاع سياحة بنعشق وجود فعاليات لأننا نحن نحس بيها في مبيعاتنا النهاردة أما بيكون في أي فاعلية في أي دولة في العالم بيلاقي حركة تياحة متجهلها بشكل كبير جدا حد يبسنا صغير جدا للعمرة اللي هي إلزامي على كل مسلم أياه بش إلزاميا دينيا ولكن المصريين يعشقوا العمرة حتى لو قلت جراتك لها عمرة مولد النبي عمرة أول محرم عمرة أول رجب عمرة نص رجب عمرة العشر أواخر عمرة نص رمضان شعبان إذن خلق فعليات ومواسم هي الثواب واحد لما تأدي حتى يكون الثواب واحد بس هو بتقصب عشان يحصل عملية جزء فإذن العمرة اللي هي الناس بتروح تعملها تقسمت 15 جزء تقريبا خلال 6 شهور فبقى بقى نضع طعم فرق التمثيل دي زيارة بيت الله ودي حاجة عظيمة لا تقارن باللينا نحن نتكلم عنه دلوقتي لما نيجي النهاردة بقى نتكلم على فعاليات لا احنا فرود فعاليات عايزينها باش على شرم الشيخ ولا العرداء ولا على العالمين فقط سيوه استفادت بشكل غير مباشر من موضوع العالمين ليه استفادت بشكل غير مباشر النهاردة انا النهاردة كان مشوار عشان اخد الجروب اطلع به من القاهرة اروح به سيوه لزيارة وسيوه هي سياحة بيئية مستدامة وعلى توصيات منظمة سيحة العالمية وفيها حاجات يعني فيها اثارات وفيها وفيها تحف وفيها وفيها تحف ودفن الرمال هي في الموسم دلوقتي دفن في الرمال حاليا لوقت 5 سبتمبر في الموسم بتاع دفن الرمال والعلاك فاذا النهاردة سيوه دي بحطة لابد من الاستثمار فيها طب العالمين استفادت من العالمين ازاي استفادت ان اصبح فيه النهاردة كمي فنادق انشئات اصبح النهاردة السياحة النهاردة دراج اوفرنايت بيقعد ليلة او ليلتين في النص في المشوار بيكمل بعد كده على سيوه واذا برجاء من لجا المطار اللي اختصر الطريق لا المطار ده موضوع كبير مطارات الدولة عملتها يعني اصد انه حتى عشان احنا يعني الدولة بتهيئ كبنية تحتية هذه المناطق فهي حتى فكرة انه يكون فيه مطار عشان اقدر اوصل لسيوه ده في حد ذاته نقطة مهمة جدا لان الطريق طويل جدا مظبوط يا فنم مظبوط البنية تحتية الدولة اللي استثمارت فيها العشرة سيوه سواء كان طرق او مطارات او غيره فالنهارده الدولة عملت دورها وحاطت النظام فإحنا كمجتمع محلي محافظات عاملت أولي ازاي المحافظات كل من هو مستفيد جوا المحافظات لمد من عمل تقديم محافظاته الانهارده فيه عيات قومية جوا المحافظات كل محافظة ليه عائد قومي فيه مناسبات دينية مولد الساد البدوي ده كان يحضروا سوفرة أجاهنه مولد الساد البدوي مولد بغريب فيه 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 مسكو للمحافظات مهيئة سياحيا. كلمة سياحيا بتعني أن أنا موجود عندي مكان إعاشة لائق. مش تازي بقي خمس نجوم على فكرة. يعني ممكن يكون ثلاث نجوم. ممكن يكون شوقة فندقية. ممكن يكون شوقة معبولة بشكل نظيف. بس يكون لائق. بس يكون لها خدمة خلق روفية. يعني نقول كمان موظفين لائقين. هم بكمان. برضو نقطة الموظفين هنيجا هتكلم عليها. النهاردة احنا بنتكلم دائما في صحب المصلحة. طالما النهاردة أنا هلاقي في دخل. جايلي كمواطن. من هذا السائح فأنا هخدمه. وهخدمه كهز جدا. فالنقطة النهاردة ان احنا لو كل محافظة اشتغلت جوه نفسها وركزت وخلت تسحب المصلحة بتوحها ومويل وعملوا حاجة. حتى ولوه الصغيرة قد كده احنا هنشغلها. حلو ده. لان احنا نجي لتكلم على دور هيط رشيط السياحة وقطاع الخاص في الترويج السياحي. احنا دورنا يا فندم مش ان احنا نعمل المنطق. يعني حركة عايز تعمل ديفولت او تعمل زي ابليكيشن. اجندة فعليت. اجندة فعليت. ما اجندة فعليت. وتديها لكل محافظ وتقول اتفضل حضرتك ممكن تعمل ايه? ادينا حركتك. اه. ادينا حتعمل ايه? وهحط كل الكلام ده في اجندة واحدة. في ابليكيشن واحدة. هتقول ايه لكل محافظ? انا متفق مع حضرتك. عايز دخلك. او عايز دخل للمحافظتك مش عايز فلوس. ده السؤال الاول. عايز فلوس مش عايز فلوس. عايز دخل? ولا عايز دولة تدفع لك? ده السؤال الاول. عايز ولا? عايز طبعا اكيد. عايز فلوس. طب. عشان هم عاملت بشاكل لوجستية. اديني حد من عندك محافظة يسهل معاك كمان ده. احنا نشتعل عليه. هاي ترشيط السياحة والقطاع الخاصة فاندم دورهم ترويج المنتج. النهاردة الدولة عملت منطقة العالمين. المتحدة عملت مهرجان عظيم جدا حط المحطة دي. والمتحدة دي. الفضل الاول. والاخير في تسويق هذا المهرجان. حط المقصد السياحي ده على الخريطة العالمية. طبعا. انا شوك اللي بقى اللي جاي اشتغل عليه. ان انا اجيب افواج واجيب وروجه واجيب له زبون واخير واخلاله برامج وعمل له كونتينت. يبقى اذا احنا بنسو منتج جاهز. طبعا المنتج جهز انا هشتغل عليه. لكن لو ما فيش منتج انا هشتغل عليها غير بردو. رجع اشتغلها بس الهرم والمتحف وشم الشيخ والغرداء. المنتج حضرتك تعني بالمنتج ان يكون طيب. خلينا عشان نوضح النقطة دي. حضرتك تعني بالمنتج ان يكون مكان لائق. مرفق. نقدر ان احنا نقيم فيه فعاليات مهمة وكبيرة تستوعب زائرين من خارج مصر. حمد الكلام عن سياحة خارجية. وده اللي احنا عايزينه. بالزبط كده. والسياحة داخلية طب الطبع مهمة. لكن احنا حاليا بنتكلم تحديدا عن السياحة الخارجية. فاحنا في مصر عندنا زي ما قلنا بنتكلم اماكن كتير جدا. واجهات كتير جدا. ومختلفة جدا. وبمواسم. يعني فيه الشتوي وفيه الصيف وفيه الخارج. يعني فيه كل حاجات دي الحقيقة. فكرة العالمين الجديدة وضحت ان وجود منتج لائق. تم التسويق ليه بالشكل الجديد. والشكل اللي العالم مستوعبه دلوقتي هو اللي وصلنا الهنا. مضبوط. حضراتكم بتسوأوا ازاي? يعني دلوقتي هنسوأ ازاي? لانه خلينا نعترف انه فيوقتي من الوقت كان عندنا مشكلة في التسويق. تمام. خلاص. موسي يا فاند. أنا النهاردة بيعاندي فاندق موجود وعاندي فينيوز اول حاجة ساحة المؤتمرات. مؤكد فوق 16 مؤتمر دولي حيتمه في الشتاء القادم في نور الدينة العالمين. هدي اول نوع نوع السياحة. ساحة طرفهية. السياحة طرفهية. النهاردة اتحطت العالمين على الخليطة السياحية من ضمن زيارات السيوة وزيارات السكندرية. اصبحت من ضمن مزارات المنطقة. فاصبح النهاردة السياحة الاجنبي. أنا مرة اقول له تعالى اتروحي العالمين يقولي فيها ايه? اقول له تفرق. بقى عندي منتج اورهوله. فقدر احطه على الاجندة السياحية. كل جميع قطاع السياحة المصري حاطت في اجندته في معرض السياحة الدولي اللي بيتامي في لندن. شهر نوفابر قادم مقصد العالمين بفنادق المفتوحة الجديدة. فوق الاربع او خمس فنادق. كلها على فئة الخمس نجوم. ومستوى قدمه متميز. كل اللي بيحصل ده النهاردة. المنتج اللي جهز ده. احنا بقول الحريك هنشتغله ازاي? سوشيال ميديا شغالين سوشيال ميديا. عشان يتعامل مع الشباب. يبقى اذا النهاردة بنسوقه ازاي? احنا بنعرف نسوق ازاي? اللي بيجيب الزبون ازاي? بس نقطة النقطة ان احنا المنتج يجهز لنا ازاي? حريك قلتيني في وسط الكلام الساحة المحلية. الساحة المحلية هي الطريق للساحة الدولية. انا النهاردة اللي خل العرب دور ييجو مصر يحضروا العالمين. اما شافوا المصريين. صحيح. ديني مرة واحدة. فقال النهاردة التطور بالنسبة لي كامنتج بيبتلي من السياحة الداخلية الاول. بتديني انطباع ايجابي وعلى سوشيال ميديا المصريين. وده احنا حسناه في موقع المبنوئات الملكية. صحيح. موقع المبنوئات اما اتعمل في عز الكورونا في العالم كله. انا عايز اقولك انه خلق لنا ترويج سياحة على مستوى العالم. لو دفعنا ملايين مش هنعمله. حصي. بسبب مين بقى? بسبب الشباب المصريين اللي كانوا عليهم على سوشيال ميديا. الشباب المصريين كانوا هم الشغالين ماركتير لمصر. وبيحطوا على صفحاتهم وبيشيروا مع الاجانب والكلام لازم اعتمد على المحلي. ترى ما المحلي بيقيدني. واللي بره شايف ان المحلي ده مبسوط حييجي. وهي دي نقطة اللي تهمنا احنا دلوقتي. فالنهاردة المحلي اثبتلك بكفاءة. خلي النسب. احنا المبيعات زيادته تمت معنا بعد يا تام الحسن. يعني اول حفلة تام الحسن ما فالقعد. احنا ارقام بتارت تطلع الفوق. من نسبة للدولة. طب في عند حضراتك ارقام تقدر تشاركنا بيها? في عند حضراتك ارقام او نسب ممكن تشاركنا. احنا النسبة العامة بنسبة لنا 50% ولكن ونسب الاشغال في الفنادي كان بتوصل الى 109%. 109% ده رقم ضخم جدا. وده معناها ان في عملة كتيرة جدا كان بتاخد دي يوز في القتيل اللي غادست تمساءا وبعد كده في نتيجة بيليه تسكن. صحيح. فالفندق بيكسر الـ 100%. يبقى اذا النهاردة نسب الاشغال اللي تمت في الفنادي طب نيجي بقى على عوقت للسصمار. فنادي خسارة. يعني ما بنجيبش على طول. الناس دي فويلت فول هاوس اعتبرها من شهر 6. فطبعا ده بالنسبة له عائد سريع. كاتش توقع. طيب. نيجي على النسبة. فحردتكم كنت تقولوا من شوية ان نقول باي باي وازعينه احنا ماشيين. لا مش هنزعينه احنا ماشيين. لان المفروض ان الموضوع مستمر في الشيطة احنا نتوقفين. فالمفروض ان النهاردة احنا طالبنا ان يتم حتى في الويك اندات فعاليات مبسطة. مش هازي اجيب تعمل حسني يعني. لكن ممكن اعمل فعاليات فعالية ثقافية. فعالية ريالية. حيات متخصصة بقى يعني. وفي سبقات اطفال يعني family days mother day. يعني تعمل اي حاجة في الويك اند خلال الشتاء القادم كاملة. طب ما ناخد مدن الشتوية. عندك اسوان عندك شرم الشيخ. عندك الغرداء. طبق. دي مهيئة سياحية. طبق. مش هقولك عندي مهرجان البنجة في اسماعالية ومهرجان الطمور. وذول برضو محتاجين تسويق. طبق. يعني المجربة ما يكونوش بنفس البنية السياحية. ولكن تعال ناخد واحدة واحدة. اسوان نعمل فيها ايه؟ نفس الكلام ايه؟ قلت المحافظات كلها يا فانت. النهاردة انا بدي امثلة ان انا بخلق فعالية في كل محافظة. خلينا نتكلم بصوت عالي لو اسوان حنقدر. اسوان طبعا من محافظات الجاذبة جدا. الحياة النوبية في حد ذاتها دي بالنسبب لنا سوء قوي جدا. انا عايز اقولك ان النوبين النهاردة عندهم بيوت صغيرة بيروح لهم الاجانب بوباشرة. غرب صغير. عظيمة. كنت في كل المنطقة بسكولهم. عن طريق الانلاين سيستمز ما بيروحش حتى على طريق تور اوبريتور. فانت. فاذا النهاردة انهاردة انا كرجلاتور كمحافظة اجمسك النوبين وازبط معهم الترتيب ريجليشن. انا مش مطلوب اكتر من فريم. يعني احنا الاستانة المحافظين او ما يمثلهم طريقة عمل. اه يعني حط نظام عمل. حطني نظام عمل. حطني نظام عمل. وترتيب. وديني المنتج. واختبار حضرتك ازاي. فبالتالي النهاردة كل واحد يشتغل الواحد أو مستقل. نحن مش عايزين كده. احنا عايزين كله في المنظومة واحدة. تظهر لي اسوان. انت هكتوه لسا نفيها حاجة. مهرجان بون. مهرجان سوداني. صح. صح. اعياد رسمية. النهاردة النوبة دي. قابلتين. ماتوكي وفاديكي. الماتوكي ده ليهم تقصهم ولغتهم. واعيادهم وطبيعتهم. وافرحهم. الفاديكي ليهم نفس القصة. تعالى النهاردة. فكرة بسيطة جدا. قال لهم النهاردة مثلا اليتامة اللي موجودين في ماتوكي وفاديكي. البنات وبيتجوزوا. وعملوا حفرة زواج. وعملوا عليها ايفنت. الله. خل الافنت يا فندم ده لي ناس شغلها بتخصصة. انها تخلق الافنت. اخلق لي حدث. انا مش عايز اجدك تخلق لي حدث. وبالتالي احنا كسيحة بقى. بنقول ايه. كل ما هو شاز هو خبرة. بمعنى. انا كسيح عايزك شوف الحاجات المختلفة. اللي ما شفتاش قبل كده. وما سمعتش عنها قبل كده. وما شفتاش ولا علنته ولا حاجة. فنتك بتديني حاجة مختلفة هاخد منك اكسبرينس جديدة. فإذا احنا بنبيها لإيه. الاكسبرينس والخبرة. يعني استاذ محمد الحقيقة انا بشكرك يعني لاستعراضك الموضوع بهذا الشكل المفصل. ليه بقى. لانه بجانب ان احنا طبعا استفدنا من خبرة حدراك في السياحة. لكن ده قبل اغراض على اللاس اللي ما كانتش مستوعبة اهمية مهرجان العالمين. ما كانتش متخيلة. هو ايه الهدف منه. بجانب طبعا الترفيه. وبجانب انه مهرجان فني كبير. ومهرجان ثقافي ورياضي يوما الى ذلك. لكن ليه جانب اقتصادي كبير ومهم جدا. ويمكن دي النقطة اللي حضرتك اشرت اليها واستعرضتها بالتفصيل. بشكر حضرك طبعا جزيلا. شكرا سيد محمد فاروق الخبير السياسي. نورتنا في سبع رقل يوم. شكرا. شكرا سيد محمد. نتمنى ان احنا نستفيد من درس يعني مهرجان العالمين وانطبقوا في كل المدن المصرية. ونشوف مهرجانات على هذا الجهر ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا.